بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مؤتمر وزير التربية والتعليم انتهى اليوم والحقيقة كان فيه عدد من القرارات الجميلة طبعا وزير التربية والتعليم اتكلم على موضوع التحسين ولكن التحسين هيكون عندنا بشكل مختلف يعني غير فيه شوية من الآخر اتكلم على الأسئلة المقالية اتكلم على الامتحانات الإلكترونية وكمان تصحيح الامتحانات مش مدرس واحد اللي صحح لا ده هم اتنين ونامزج الإجابة والدليل اللي الطالب هيستلموا علشان الامتحانات ايه الدليل ده نتعرف مع بعض على كل التفاصيلات واكتر تعبوا معي الفيديو للنهاية ونخش في الموضوع يلا بينا بصوا معي طلاب الثانوية العامة دفع الثلاثة وعشرين امتحانات الثانوية العامة هيكون فيها بار كود على الغلاف بجانب الاسم وبار كود كمان على الورق حتى لا يدعي احد ان الورق ديت مش بتاعت ومحدش يقول ان فيه خطأ في الامتحان يبقى كده هيبقى عندنا اثنين بار كود داخل الامتحانات كمان هيكون فيه تدريب لخمس تلاف معلم على نظام الامتحانات الجديد عشان ما يكونش فيه مجال للخطأ رب هل هيكون فيه تصحيح بعنصر بشري لا وزير التربية والتعليم نفق كلام ده تمام القدمش هيكون فيه تصحيح بعنصر بشري المركز القومي للامتحانات اللي هو المفروض اللي هو بيعمل امتحانات السنوية العامة دلوقتي بيعمل وصف للامتحانات يعني ايه وصف الامتحانات يعني هيقولك بالظبط الامتحان هيكون كم سؤال ونظام الاسئلة عاملة ازاي وهيتم الاعلان عن الكلام ده كمان هيكون فيه دليل الدليل ده المفروض انه هو يكون مع كل طالب ليه علشان تكون عارف نظام الامتحان بالظبط ما تتفاجئش باي سؤال داخل الامتحان موضوع الدليل ده هيفتكوا جميعا انه هيكون فيه ادق التفاصيل الخاصة بامتحانات السنوية العامة الاسئلة المقالية زي ما أنا كنت قلت لكم قبل كده فاكرين 15% وزير التربية والتعليم أكد الكلام ده وأن الأسئلة المقالية هتكون 15% فقط من الامتحان و85% اختيار من متعدد وخلي بالكو الأسئلة المقالية وزير التربية والتعليم قال هيتم تصحيحها على التابلت يعني من آخر هتصحح إلكترونيا بس مش مدرس واحد اللي يصححها لا ده هيكون اتنين اللي مسكين التاب لكن التصحيح إلكتروني معنى كده إن فيه نموذج إجابة لازم يقتضوا بيه بالزبط كده فيه نموذج إجابة ولكن وزير التربية والتعليم برضو بيطامن الطلاب بيقول لهم إن النموذج ده مارن يعني إيه مارن؟ يعني فيه كل بدائل الإجابات خلي بالكم من الكلام يعني إيه كل بدائل الإجابات؟ يعني أنت ممكن تجابه السؤال بشكل وصحبك يجابه شكل تاني وإن شاء الله الاتنين يكونوا صح فبالتالي المدارس هيعملها صح يعني من آخر كده المفروض إن فيه إجابة الطلاب هيتقيدوا بيها أكتر من بديل يعني مش إجابة واحدة والحقيقة وزير التربية والتعليم ما وضعش هل هم ثلاث نمازج للإجابة والأربعة ولا إيه بالزبط موضوع إنه هو مارن؟ ولكن إن شاء الله رب العالمين خير معنا إنه هو مارن؟ يعني كده كده لو أنت جاوبت السؤال أقرب إيه لأنه هو يكون صح هتاخد الدرجة كاملة وزير التربية والتعليم بيطامن أولياء الأمور بيقول عايز أقول لأولياء الأمور أنا أكتر واحد حريص على مستقبل أولاد ولو لك حق اتظلم بعد كده بيقول شجع أولادك على المذاكرة أكتر ونظام الأوبين بوك مستمر آه بالنسبة لنظام الأوبين بوك وزير التربية والتعليم بيأكد إنه هو مستمر وهيكون في عندنا امتحانات شهرية بساطة لطلاب تلت سنوي من خلال التابلت عشان تتدربوا على الأسئلة والنظام الجديد سواء بقى أسئلة مقالية أو سواء أسئلة اختيار من متعدد استمرار البابلشيت وفي النهاية تكلم على موضوع التحسين ولكن زي ما قلت لكم بشكل مختلف يعني إيه بشكل مختلف يقول ليه وزير التربية والتعليم دلوقتي بنحاول ندرس إزاي الطالب يعيد السنة إذا تعرض لظرف قهري ولكن يعيدها في المواد كلها كأنها سنة دراسية كاملة يعني من آخر كده مثلا لو أنت جبت مجموع مش كويس جبت مثلا 55% لتش مواد ممكن تعيد السنة عادي خالص وتحسن مجموعك في السنة اللي بعدية عيد السنة لو مجموعه مش عجبه خلي بالكم الحتة دي في المواد كلها وليس تحسين في مادة معينة يعني من آخر كده بدل ما كان المفروض التحسين هيكون في مادة واحدة يعني تخش في مادة أو مادتين أو ثلاثة لأ أنت كده لو عايز تحسن حسن المجموع كله عيد السنة ده بناء على كلام وزير التربية والتعليم تصحيح في السنوية العامة إلكتروني ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح لا عودة للحفظ أو التلقين يعني النظام زي ما هو نظام بيعتمد على الفهم أسئلة غير مباشرة ولكن إن شاء الله رب العالمين وزير التربية والتعليم بيطمينكم وأكد أن هي تكون من المنهج خط تحت الكلام ده خط فمعنى إيه أنا بقول لكم من دلوقتي إن شاء الله رب العالمين ان overtحانات السنة دي هتكون مختلفة عن السنة اللي فاتت مش بنفس صعوبة السنة اللي فاتت واللي قابلي هتكون أسهل من اللي فاتت واللي قبلها إن شاء الله رب العالمين كلكم تجيبوا المجموع اللي بتتمنوا وتخشك كلية اللي بتحلموا بيها الله ولمستعان وشوفكو في فيديو جديد